وصفة الكيك الرخامي الكيك مغضغي يعني احسن مليت باع برا يعني على عدة مرات يجي يجي بنين ويجي يعني ما يجيش طريب الزاف اروع ما يكون دنك نشوفو ان شاء الله معا بعد هاد الوصفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بالصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وسلم تسليم كثيرة هذه الكيك راني في يعني اعوام واعوام واعوام وننديره وصدقوني ما نبغيش الكيك ما يعجبنيش الكيك اللي تباع من برا يعني حتى ولي يقول تاعه مش كما تاع البيت اللي ديري وخاصة ان هذه الكيك هرستان كيك اه فرنسي يعني وصفة فرنسية بامتياز والولد التاعي يفضلها بهذه الطريقة دونك تقدروا ديروها في مول اسيليكون تقدر ديروها في مول اساباغان انا ولي بريها بهذه الطريقة دونك كي ما تبعو نفوتوا على بركاته الله للمقادير انا متين غرام 200 غرام تاع فرنا متين غرام تاع سكر نغمال سكر كريستاليزي دونك فرنا متين غرام كيف كيف يعني عبار عبار كيف كيف وعننا متين غرام بتاع دهان مارغارين دونك 200 200 عنا زوج مغار بتاع كاكاو وعننا خمس بيضات ووحدة لوفير شيميك دونك هادو هما المقادير سيتو ما فيهاش يعني حاجة كبيرة اول شي نفصله لبلان على لجان دوف على لبلان نفصلهم على بعض دونك لجان على جيهة ولبلان على جيهة دونك من السر هادو الكيك هو انك تخدمي لجان وحده ولبلان وحده دونك نفصله خمس بيضات تديري لجان وحدهم ولبلان وحدهم ومن بعد تباطي هادو كلي سين جان دوف نزيدين لهم السكر اللي غنا متين غرام يعني 200 غرام دو سكر نزيدوها على هادو كلي الخمس بيضات لجان دوف فقط ونضربوه بالباتر يعني بعد الدقائق مشي بزيف ريقد لي متازج السكر مع لجان دوف ونبات روحو نزيدوه لدهان على اه يا اما تباو تزيدوهم مرة ضربة وحده نزلتها لازوش خطراتي دونك وبدو تبدو تباتو في هادوك دخلو الدهان في السكر والبيض تولي على شكل كريمة دونك تولي يوم كرام توخروها بجيه وتروحو تزيدو شوية ملح قصعتها ملح وتطلعو لبلان دوف او نيج نستمرو حتى يطلعنا هادوك لبلان او نيج خلاص هنايا يشوفو طلعنا او نيج نحبسو ومن بعد فل هاداك الخاليطة لجان دوف مع البيض والسكر نزيدو له لبلان او نيج يعني تدريجيا انا قسمتها او دو وحاولو يعني تخدمو بلا سباتو دو او او باق باش متكسروش هاداك لبلان او نيج غير بشوية دخلوه في الفرينة في ذاك الخاليط حتى تكملو جاع الكميه متاع لبلان او نيج ومن بعد قسمو الكميه على زوج ولكن الكميه اللي يديرو فيها الكاكاو تكون اقل من الكميه اللي يديرو ثلاثة كوش متاع لصديغ لابات بيضة ودو كوش متاع اللي فيها الكاكاو دونك كاترو في لابات البيضة ونتاع الكاكاو ديرو فيها ثلاثة مغارف ولا فقط ولا حتى نقولو ربع مغارف والاخرين يخلوهم اه خليها خلوها بيضة باش نديرو تقع انتو جينا سنك كوش ثلاثة بيضة وزوج بالكاكاو من بعد نيطالو لابات مغارف كوش نديروها بيضة 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 ذلك نديرو نبدو بالعجينة البيضة هي اللولة نطلو في المول ابي ركس تقدروا تبدلو كما تبدوا تبدلو فالمول الساوارين تبدوا تبدلو المول عندكم السيليكون تقدروا تديروهم انديفيدول يعني انطو ملكم الاختيار كما تبغي تديري فارم دي ريها. انا قلت لكم ولدي ولي يحب يعني يقسم هالا ان كارو ولا او كاري. دونك بالقيطة. دونك على هدي يبغي هاد الولي خيال لي هاد الولي لا شوازي هاد لا فارم. دونك لا فارم ما تهمش. مهم لو جو. دونك هنا يا لابرمير كوش قلت لكم بيضة. ومبعد ديرو لدوزيام كوش ديرو اه بالكاكاو. تعودوا ديرو بيضة. ومبعد بالكاكاو. ومبعد بالبيضة. يعني ثلاثة اه اه عجينة بيضة. وزوج بالكاكاو. دونك فالا هنا يا. ونطالوه حتى ولو تخلطت لكم مش مشكل. احنا ما يهمناش اه اه صديق اه اه تكون اه اه ينكوش نيشن. لا تقدر تبدل تتخلط مع ليش. يا برو حاسي تنك كيك مغضغي يعني يجي مخلط فيه البلون مع مع تعال كاكاو. دونك وتستمروا بهالطريقة تتكملوا وقع ليكوش. دونك هنا يا بعد ما ادرنا يقع ليكوش لقع الطبقات. نضربو شوية نخطو شوية المول. وتكم المول عندكم اختياري كما تبغوو تديروه. اه اه سيليكون اه انديفيدويل اه اه اصابا غن الشكل ما يهمش. دونك هذا الشكل يبغيه هولدي. اذا ودديروه في الكوشة 180 درجة لمدة 30-35 دقيقة. من بعد كي يطيب تخلوه يبرد ومن بعد توجدوه شوكولة ذوبو. انا هنا ذوبت شوكولة. اه مينا كانت عندي. دا بيتو تندير امباسادور كانت عندي غي مينا ذوبت زوش رقوة بستع شوكولة. وزيت معاهم واحدة دانات. وزيت اه يعني او قوس تاع الدهان. وزيت زوج مغارف تاع حليب. دونك خلطهم معا بعض. ودرتهم ايطاليتهم على قاع اه صدير الكيك. ونتوما هنا تزيين اختياري. يعني كل الواحد وكيفاش يبغي يزيين الكيك تاعه. والي الاشياء اللي عندك في البيت. دونك ايطالي شوكولة قاع للان. انا بلدي يبري هاد الكيك بها الطريقة انا قبل ما كنتش ندير كي معاك. كنت نديرك كيك في الموض تاعه نورمال. ولكن هو قليلا ما ما انا نحبه كي معاك. بس كن قطعه له اه اه ان كاري. يعني بري احب اه دي كاري. دونك انا نديره لك بها الطريقة. والتمات قد تديرو في اي مول. ما يهمش. المهم البنة. الشكل ما يهمش. دونك والا. دونك قاع. صاير دا اللي قاع اللي مول. ومن بعد هنا كانت عندي غير البيبيت دو شوكولة. زي نتغيب البيبيت دو شوكولة. باس كما كاش عندي نين نواة كوكو. ما كوكاو ما كوش غالياته. دونك اه جست باش نقليه. ولا نواة كوكو ولا لزامان دي فيلي. اللي عندك ديري به. دونك هنا غي هدا اختياري. تزيان هدا غي زيادة. دونك. وتخليه يبرد. اذا وهذا هو الشكل النهائي. انتع الكيك تعنا. اه شاهدكم بالصحة وحقكم في الجنة ان شاء الله. ونقولكم دعموني ودعموا قناتكم هذي. اه بدات كما بدأ والقنوات صغيرة. ان شاء الله تكبر بكم ان شاء الله. ونقولكم شكرا على المشاهدة. وطلوا في الواحكم وسلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة